اشتركوا في القناة الان كاوتلاين في هذا الشابتر رح نتناقش عن عدة مواضيع من هاي المواضيع رح نحكي عن Transport Layer Services شو الخدمات اللي بتوفرها الترانس بورت لاير كطبقة والترانس بورت لاير بروتوكولز شو البروتوكولز اللي بتوفرها الترانس بورت لاير اللي هما UDP اللي بيكون User Datagram Protocol وايضا TCP اللي هي Transmission Control Protocol و SCTP اللي هي Stream Control Transmission Protocol الان Transmission او Transport Layer Services بحكينا انو the Transport Layer is located between the Application Layer and the Network Layer نعرفها هاي هاي المهمة it provides a process to process communication between two application layers one at the local host and the other at the remote host بيقول لنا بشكل عام انو it provides a process to process communication هسا رح نعرف ونفهم شي عن process to process communication ولاحظوا هو ما قال process to process communication between two transport layers حكالها between two application layers لانو احنا بعد شوية رح نعرف انو process to process communication بتتكون فقط في ال Application Layer مش في ال Transport Layer طب شو دخلها بال Transport Layer انو هاي ال Process بيقول لك ممكن تستخدم الخصائص تاعة خلينا نحكي ال Transport Layer الان رح نيجيه بيقول لك one at the local host اللي هو ال Client تعنا and the other at the remote host اللي هو السيرفر بيقول لك communication is provided using a logical connection الفيقر تسعة واحد بفرجينا shows the idea behind its logical connection فزي ما احنا شايفين هون هاي بوب بدي يبعث message لألس فلما بدي يبعث لها هو رح يمر كيف رح يمر زي ما احنا حكينا في اول شابترات رح ينزل من Application لل Physical ويضل يمر براوترات لحن ما يوصل لألس واللوجيكال كونيكشن هلا اللوجيكال كونيكشن اللي هو الخط الافتراضي كأنه هو هيك عم بتواصل ال Transport Layer من بوب مع Transport Layer مع ألس على طول يعني ما فيش والله بالنص أي اشي طبعا ليش هو حاطها هيك بهذا الخط بشكل مستقيما زي هيك لأنه ما في أجهزة بالطريق بتعترض ال Transport Layer أو بتيجي مثلا بالنص بال Transmission زي مثلا Network فما في أي اشي بعتر الطريقة لأنه أكبر 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 جهاز كان وين كان في طبقة ال Network Layer اللي هو كان ال Router بعده كان ييجي ال Data Link Layer اللي هو ال Switch بعده كان ييجي ال Hub تاع Physical أما غيرها هيك بس من الآن رايح يعني Chapter 9 اللي هو بحكي لك عن Transport و Chapter 10 اللي بحكي عن Application Layers هذول الثنتين الطبقتين ما في بنص أجهزة بتعترض طريقهم لأنه أزعم أزعم جهاز هو ال Router اللي بيشتغل على ال Network فقط بس بحكي لك Logical Connection بشكل مستقيميك على السريع على الطوالي بيروح من Transport Layer هون ل Transport Layer هون الآن بيقول لك Process to Process Communication بحكي لك The First Duty of the Transport Layer Protocol is to provide Process to Process Communication بحكي لك A Process is an Application Layer Entity هون هو بلش يصح فيها فحكي لك ال Process هي عبارة عن Entity يعني شيء بس متعلق بال Application Layer ولكن هاي اللي أنا قلت تقبل شوي That uses the services of Transport Layer انه هاي ال Entity اللي هي ال Process تستخدم الخدمات اللي بتعطيها إياها ال Transport Layer عشان ايك احنا عم نحكي عنها الآن في ال Transport Layer فبيقول لك Before we discuss how Process to Process Communication can be accomplished We need to understand the difference between Host to Host Communication and Process to Process Communication الآن هاي الرسمة أنا شايف انه شرحها أفضل في الكتاب فخلينا أروح على الكتاب أحول لكم عليه عشان والله نشرحها ونفهمها مع بعض الآن احنا منيجا هنا يجينا على الكتاب صفحة 343 عشان والله نشرح هذا الموضوع فبيقول لك انه إحنا هسا بدنا نوضح الفرق ما بين Process to Process Communication وال Host to Host Communication الآن ال Network Layer هي المسؤولة عن ال communication at the computer level فهي ال Network Layer هي المسؤولة عن ال Host to Host Communication وبقول لك A Network Layer Protocol can deliver the message only to the destination computer طواله This is an incomplete delivery The message still needs to be handled or handed to the correct process مش والله انه بس هذا ال Client خلص بدي يروح للسيرفر يبعث له المعلومات و بس لا لازم الترانسپورتلاير تمسك هاي المسيج و بدأتطلعها للبروسيس المناسبة إلها هون هو عم بحط لك نقاط بروسيس إنه في عندك عدة بروسيس في السيرفر في عندك عدة بروسيس في الكلاينت سايد عشان هيك بدك تروح تحط هالمسيج في البروسيس المناسبة عشان هيك و بيقول لك however this is an incomplete delivery the message still needs to be handled in the correct process this is where a transport layer protocol takes over هون اللي transport layer protocol takes over هون هو بيستلم الشغل تاعه a transport layer protocol is responsible for delivery of the message to the appropriate process هي هيك عشان هيك و لما يحكي لك client لسيرفر عن طريق الانترنت هاي تعتبر ال domain تاعت ال network layer protocol ولكن ما بين process و process هاي هذا الخط تاعه هو رح يكون ال domain لل transport layer protocol بس الان خلص هاي الرسمة بتكون توضحت الان هو بديو يحكينا عن addressing and port numbers طبعا بالنسبة لل addressing and port numbers الان راح نحول على الكتاب لانه هو شارح بشكل افضل بيقولنا هون addressing بالنسبة لل port numbers فبحكي لك a process طبعا راح نشوفه اكثر شي بتشافتر 10 a process on the local host called a client يعني بحكي لك انه انت لما تكون process معينة موجودة في local host اللي هو الهوست تاعك هو عبار عن client هايو needs services from a process usually in the remote host مين هو ال remote host الهو السيرفر هاذا يصنف remote وهاذا يصنف local host الان بحكي لك to define the processes we need second identifiers called port numbers in the TCP IP protocol suite the port numbers are integers between 0 65 1535 bit او كعدد integer عفوا مش bit هو من integer اللي هو 0 65 1535 بيكون بيشكل 16 bit هلا بيقول لك the silent program defines itself with a port number called ephemeral port number the word ephemeral أو ephemeral means short lived يعني انه ايش بيحكي لك والله يعني سريع الزوال and is used because the life of the client is normally short and ephemeral port number is recommended to be greater than 1023 for some client server programs to work properly ممكن يكون هذا الكلام يبين انه nonsense بس هذا الكلام هسا رحين نفهمه من الرسمة اللي في الصفحة الثانية تعتقد بيقول لك TCP IP انا رون ايجيد TCP IP has decided to use universal port numbers for servers these are called well known port numbers every client process knows the well known port numbers of the corresponding server processes for example why the day time client process okay هذا بيحكي لك عن example اللي هو هذا بس امحي هاي التعليمات ايوه هذا هو الكلام اللي عم بيحكي لك عنه port numbers هسا في عنا day time client ماشي port number عنده 52000 في عنا day time server اللي هو port number عنده ايش 13 هاي هاي transport layer وهاي هون transport layer فبحكي لك every client process knows well known اوكي for example while the day time client هايو process an application program can use the ephemeral temporary port number 52000 to identify itself the day time server process must use the well known permanent port number 13 بشكل عام فهاي كمان الامور بتنفهم بعدين طبعا انو متس بتعاملوا مع الport numbers اللي بكونوا well known عالفين كيف فا yes خليني الان ننتقل على السلايدات اوكي هون احنا بكون شرحنا الادرس و الport numbers و شرحنا هاي الرسمة الان بحكي لك IP address vs port numbers الان انت احنا ايش جاي اسهم من هون من تحت وطال على فوق انت احنا فاهمين انو recall انو لما تريد المسأل يعني خلي ما نحكي نحكي داتا تطلع لفوق احنا هيك عم بيسوي دي كافسوليشن يعني احنا عم بنفك التغليف ماشي فرح تيجيك هاي هاي ترانس بورت لاير وهاي أبليكيشي لاير معناها هاي هي عبارة عن نتورك لاير اللي احنا اخذناه في شابتر سفن لما يكون في عندك داتا ولما مثل يكون في عندك مليون شغلة في الاي بي ادرس الان اهم اشي انك انت تكون عارف وين الداتا والبورت بياختار سيرفر معين لما يطلع تنفك الداتا يعني هاي الشغلة الرمدية اللي هون وهاي الشغلة الرمدية بتبلش تتفك وهذا الانتورة ينفك اش ظل عنا الثلاثة عشو الداتا هيا ثلاثة عشو داتا اه وعفوا في شغلة رمدية اون ايوه الثلاثة عبارة عن دي ستانيشن بورت نمبر سيلكت دابروسيس فايش لما تطلع رح يفك التغليف رح تروح راح تروح الداتا او مش انو راح تروح الداتا الداتا راح تلحق الثلتاش الثلتاش وين راح تاخدها راح تاخدها على بروسس اللي البورت نمبر تاها ثلتاش عشان السيرفر يسوي بروسسنج عشان يرجع لك رد اللي انت بالدكية هاي هي القصة تاعتها الرسمة بكل اختصار وطبعا هاي هي في الكتاب هاي هي بتكون هون طبعا احنا راح نجعل آي كان رينجز خلينا بس نسكر الفايل تاعة الكتاب لانه ما خلاص ما في ما راح تستفيد منه اوكي الان بحكي لك اللي هو آي سي اي ان ان اللي هي عبارة عن آي من انترنت سي كوربوريشن آي فور أسايند آي نيمز وإن آي نامبرز هي هي هيك آي سي آي ان ان هي هي هيك بيكون احيان الناس باختصروا بيحكوا آي كان عشان والله تكون افضل للحفظ هسا الآي كان هذا قسم البورت نامبرز لثلث انواع انتو ثري رينجز وينون بورت نامبرز ريجستر بورت نامبرز ودايناميك او برايفيت بورت نامبرز هسا بيقولك ال آي كان رينجز اللي هي هي من صفر لألف وثلاث وعشرين هيتعتبر وينون من ألف واربع وعشرين تسعة واربعين ألف ومية وواحد وخمسين من تسعة واربعين ألف ومية واثنين وخمسين لخمس وستين ألف وخمسمية وخمس وثلاثين يعتبر دايناميك او برايفيت هزا بيقولك عس اي وهون بدنا نيجي على مصطلح اسمه اول مرة احنا هسا نحن نشوفه اللي هو السوكت ادرس هزا السوكت ادرس هو عبارة عن ايش انك تمسك اي بي ادرس وتمسك بورت نامبر وتدمجهم مع بعض هذا بيصير عندك السوكت ادرس اسمه الإ investigated الوصول ثمfyد ومية ومن كتابات قبل وكتابات تحدث قبل وكتابات حيني إذا استخدم المتابعة من المستقبل الاختار معضفائة هادرة التحديدة و من البيئات الأخرى التي تخلص المساعدة على المستقبل الاختار عندما يرغب الاختار تحديد الاختار اللي هو ونهو حكينا عنه transport layer header انه header لترانسپورت layer ضفناه على الباكت اتحولت الباكت كلياتها لسيجمنت طبعا هون الـ encapsulation و decapsulation هاي الرسمة بتوضح الامور هاي client و هاي server الان من دسمة للـ encapsulation و decapsulation هسا بيقولك في عنا client و في عنا server هلا في عنا application layer و هاي transport layer هاي جهة الـ encapsulation و هاي جهة decapsulation بالـ server هاي application layer للـ server و هاي transport layer للـ server بيقولك الـ client بيكون في عنا بروسس معينة هاي الـ process بتنزل مسج معينة بدك تبعثها للـ server هلا المسج بتنزل تحت تيجي على شكل user datagram أو pocket يعني خليني نحكي هم احيان بسموها في الـ transport layer اللي هي transport layer pocket اللي هي segment فبتنزل المسج على شكل segment بنزل الـ payload اللي هو والله الـ data اللي جواها وبنضاف عليها header فلما ينضاف عليها الـ header تاع transport layer هاي كها يكون لياتها عبارة عن segment وتروح بتشبكها كological channel للـ server فالـ server بيستقبلها بالـ header و بالـ payload بروح بشيل الـ header و بمسك الـ payload بطلعها لفوق على أساس انه خلص هاي المسج وصله و رح يوديه على الـ process اللي انت بدك يا تروح إلو يعني فبس أسا بيقول لك الملتي بليكسين و دي ملتي بليكسين أسا When ever an entity delivers items to more than one source this is referred to as demultiplexing one to many ولكن لما تكون الـ entity هاي بتودي deliver items to more than one source يعني هو في عندك سيرفر واحد ولكن في عندك أكثر من source و عم تنقله البيانات تعتبر one to many هاي شريكة بتشوفوني عم بلون يعني بلون أشياء عشان والله تكون أمور شوي هيك بتجذب الانتباه مثلا accepts مهمة لأنه يشوفوا كيف إنو إحنا بس غيرنا من accepts ل delivers فجأة تغيرت many to one لone to many هايك يعني إلانو هيك بتيجي أحيان أسا تنتحان بحكي لك والله accept ولا deliver ولا مثلا all the things are true except مثلا one of the following هايك يعني بيقول لك the transport layer the source performs multiplexing the transport layer the destination performs demultiplexing وهون طبعا هاي الصورة طبعا هاي الصورة الحمدلله يعني سهلة مش لها الدرجة صعبة بيحكي لك فيعنك client فيعنك application layer transport layer application layer فيعنها 3 processes process الأولى والثانية والثالثة هلا هاي processes نزلت البروسيس الأولى المسج الأولى هيا ونزلت البروسيس الثانية المسج الثانية ونزلت البروسيس الثالثة المسج الثالثة المسج الأولى والثانية والثالثة مروا بmultiplexer اللي هو إشي بيجمعهم من بعض ماشي مسج الأولى دخلها وحط عليها header صار اسمه pocket 1 مسج الثاني دخلها وحط عليها header صارت pocket 2 مسج الثالثة دخلها وحط عليها header صارت pocket 3 فهون هاي الملتبليكسر الان بدي يبعثها لمين بدي يبعثها لهذا السيرفر وهذا السيرفر هس هذا السيرفر هاي يبلش يبعث الباكت الاولى بعدها ايجت وراه الباكت الثالثة وبهذا السيرفر بعث الباكت الثانية لما يروح الباكت الاول و الثالث هون رح يوصل على الترانسبورت لير وراح يوصل بالترتيب هاي الباكت الاول و الباكت الثالث بعدها الباكت الاول رح يفك الهدر وياخذ البيلود ويطلع وع اساس ان هو مسج اول عن طريق ديموكتل بليكسر اللي هو فك التغليف فك ديموكتل بليكسر يعني هو زكا انه بيسوي دي كابسوليش عارف انه يعني بيفك التغليف ففك الهيدر عن البيلود تحولت لمسج طلعت للبروسيس اللي بدها تطلع لها نعم ستشيل باكت الثالثة هي هيدر وفي عندك البيلود فكت الهيدر وطلعت البيلود على انه هو مسج 3 ودته للبروسيس الثالثة للسيرفر هيك احنا خلصنا من اول سيرفر خلينا نيجع ثاني سيرفر ثاني سيرفر راح يطلو الباكت الثانية ونفس الشي باكت الثانية فك الهيدر ودى البيلود عن طريق ديموكتل بليكسر اللي ماسج اثنين ودى للبروسيس الثالية ها هي قصت هاي الرسمة اوكي الان راح نيجع لفلو كونترول بيحكي لك وين افران انتتي تحضر ايتيم وين افران انتتي تحضر ايتيم there should be a balance between production and consumption rates yes اللي هو والله واحد بيسو produce الايتم والثاني بيسو consume هلا كيف يعني لازم يسو balance توازن بيقول لك if the items عفوا if the items are produced faster than they can be consumed the consumer can be overwhelmed with and may need to discard some items يعني خلينا نحكي انو مثلا في عندك سندر في عندك ريسيفر السندر بده يبعث خلينا نحكي 10 جيجا وهاي العشرة جيجا عم بيجزئهم بيبعثهم بشكل جدا سريع لدرجة انو الريسيفر اللي هو الكونسيومر مش قادر يستقبلهم من السرعة تعت السندر او البروديوسر فايش بيصير؟ بيصير للكونسيومر يعني انو خلص هو بنعجق فايش بيسوي احيانا discard some items انو بيصير يتجاهل بعض الايتم خلص يوديهم ما بدوا يياهم ايك فبيقول لك if the items are produced more slowly than they can be consumed the consumer must wait and the system becomes less sufficient لسا بيقول لك اذا الايتم اللي السندر كونها وبرسلها يعني كانت جدا بطيئة يعني بالنسبة للك الريسيفر الريسيفر بيحكي لك رح يستنى ولكن هاي فترة الانتظار رح تخلي system becomes less efficient بتخلي السيستم انو يكون مش يعني كفء مش يعني والله منيح 100% هل بيقول لك flow control is related to the first issue هل الفيرست اشيو تاع الخضرة هاي اللي احنا حكينا الـ overwhelm هايه اللي احنا بننحلق لانو الشغلة السماوية هاي مش كثير يعني عادي بيستنى ولكن الشغلة الخضرة هي اللي بتسوي لنا مشاكل فعشان يقوم بحكي لك انو flow control اجا عشان يحل المشكلة الاولى we need to prevent losing the data items at the consumer site فبيقول لك اللي flow control اذا transport layer في عندك هون سندر وفي عندك هون ريسيفر في عندك في السندر هاي producer اشي بيكون خلينا نحكي data هذا الـ producer رح ينزل الـ transport layer عن طريق انو رح يستقبل الـ transport layer هاي المسيجات او هاي الـ data من الـ producer عن طريق الـ consumer بعدها الـ consumer رح يوديها للـ producer الـ producer بيوديها للـ consumer من الجهة الثانية تاعة الـ receiver بعدها الـ consumer بيوديها للـ producer الـ producer بيوديها للـ consumer النهائي اللي هو الـ receiver وهكا بتكون انتقلت من السندر للـ receiver طبعا هذا هو الـ flow of control اللي هو والله انو الـ consumer يحكي للـ producer انو خفف شوي من سرعة النقل لانو احيانا رح يصير عندي overwhelm نفس الشي consumer بيبعث للـ producer بيحكي له خفف شوي من السرعة لانو انا ممكن يصير لي overwhelm هاي هي الان error control بيقولنا error control الـ internet since the underlying network layer اللي هو الـ IP is unreliable يعني احنا حكينا احنا حكينا في الـ network layer في الـ chapter 7 هي unreliable ليش؟ لانو المسج بتكون fragmented لـ different pockets انت ما بتعرف الـ pocket هاي لمن فعشان هيك احنا كونا بنحكي الـ error control رح نخليها لبعدين لطبقة ثانية اعلى والطبقة الثانية الاعلى اللي احنا هلا بنحكي عنها اللي هي الـ transport layer مدام هذيك الـ IP اللي هي الـ network layer unreliable هاي لازم تكون reliable if the application requires reliability reliability can be achieved to add error control services to the transport layer بيقولك error control at the transport layer is responsible for 4 things رحاطهم هيك بالـ اولاء هو يعني دكتور حاطني اياهم بالأحمر الغامق هيك بيقولك detecting and discarding corrupted pockets keeping track of lost and discarded pockets and re-sending them recognizing duplicate buckets and discarding them buffering out of order pockets until the missing pocket arrive الان هو هون بيحكي عن error control at the transport layer اللي احنا حكينا قبل شوي انو في عندك sender وفي عندك receiver الـ transport layer و الـ transport layer بدهم يبعثوا لبعض باكتز مثلا او خلينا نحكي segments بعدين الـ transport layer من receiver تحكي للـ transport layer من sender انو يا والله sender في عندك مثلا error في عندك مثلا duplicate في عندك اي اشي من نوعية الـ error control اللي كنا نحكي نتحكم فيها لهم اربع اشياء اللي هي detect to discard مثلا lost discarded pockets duplicate pockets out of order buffering ايشي زي ايك الـ error ايوه combination of flow and error control بحكي لك we have discussed flow control that flow control requires the use of two buffers one at the sender site and the other at receiver site هلا هو بيقول لك we have discussed لانه هما جايبين سلايدات من الكتاب والكتاب صراحة ان شرحه جدا متعمق ولكن احنا هاي اول مرة احنا عم نسمعها انو فعشان ايك انا حكيت انو ما بديش اعلم على we have discussed اعلمت على اللي بعد المعلومة نفسه هي تاعت the flow control requires the use of two buffers في عندك بفر اول على ال sender site في عندك بفر ثاني على receiver site we have also discussed that error control requires the use of sequence and acknowledgement numbers by both sides these two requirements اللي هي السماوية والصفرة can be combined if we use two numbered buffers one at the sender and one at the receiver فزي ما احنا شايفين هون هاي فيه استنوا خلاص ايوه بيقول لك الفيجر هذا انا بشبهها بالسيركولر كيو لانو احنا رح نحتاج جاسة كيو هسا شو القصة تاعت السيركولر كيو مش الكيو بيحكيلك first in first out اللي هو سيستم الفيفو اللي هو اول واحد بدخل هو اول واحد بطلع صح؟ او اول واحد بصفعة طابور هو اول واحد بتم خدمته اول فعشان هيك و ليش هي السيركولر انا حكيت لانه هي 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 زي كانها على شكل دائري وهي اصلا شكلها دائري فبيقول لك في عنا اربع حالات A B C D شوي شوي هسا تركزوا معي هسا في عنا مثلا ايش في عنا مثلا انه هذا البفر بس بوسع لسبع ايتمز من صفر لستة من صفر لستة يعني سبع ايتمز الان ايجا الباكت الاول صف في الطابور او صف يعني مثلا برقم صفر بل ايجا الثاني صف بواحد الثالث صف باثنين الرابع صف بثلاث وهكذا هسا الرابع بيقول لك sequence number of the next pocket to send انه هاي الnext pocket اللي بدها تيجي تدخل عشان معدين نرسلها هلا لسا هي ما دخلت على اربعة اللي داخلين كانوا صفر واحد ثلاث هسا صفر لو احنا بدنا نخدمهم راح نخدم صفر بعدين راح نخدم واحد بعدين ثلاث ثلاث عشان ايجا انا قلتلكم انه هاي بتشبه circular q مية بالمية وبعدين بيجي بحكي لك هاي بي five pockets have been sent بمعنى انه صار في عنا صفر واحد ثلاث ثلاث انضاف واحد رأياني خامس هايو في الموقع اربعة وصار الخمسة هو sequence number of the next اللي هو الnext pocket اللي بتكون مستقبلية الان c بيحكي لك seven pockets have been sent window is full يعني حكى لك انه عبينا خمسة وعبينا ستة لما صاروا معبيين هون هايو من صفر لستة صار في عنا seven buckets have been sent الان الويندو صارت فل خلص فايش بدو يساوي بدو يتخلص منها بدو الزيرو يطلعها فطلعت هيا طلعت الزيرو ضلع عنا واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة بعدين رح تطلع الواحد بعدين رح تطلع اثنين بعدين ثلاث اربعة خمسة ستة فعشان ايك انا قلتلكم على قصة كونجسشن كونترول الان بقول لك ان important issue in pocket switching network in pocket switched networks such as internet is congestion الو الازدحام بقول كونجسشن in a network may occur if the loads on the network الو النمبر of pockets send to the network is greater than the capacity of the network الو النمبر of pockets network can handle الي يكون احلى نحكيها بايام زمان اليه الكونجسشن كونترول اليهو تاع البيب اليهو تاع الانبوب اللي بتوصل ما بين من السندر والريسيفر لو انت مثلا عندك عشرة جيجا والانبوبة هاي اللي بتبعثها انت او خلينا نحكي الكباسيتي تاعت الانترنت تاعك بس بيكون عشرة ميجا كل شوي رح يمسك العشرة جيجا قسمهم العشرة ميجاز صغار رح حطهم جم بعض مرصوصين جم بعض لما يحطهم مرصوصين جم بعض بصير عندنا كونجسشن الو ازدحام فهذا احنا حكينا number of pockets sent to the network is greater than the capacity of the network and the network can handle فبحكينا congestion control refers to the mechanism and techniques that control congestion and keeps the load below the capacity يعني بحاول انو مثلا على المثال ضربنا مش احنا كان عشرة جيجا من ال data وفعن عشرة ميجا من ال pipe فاحنا بنحكي مثلا كل واحدة مثلا تسعة تسعة و شوي مثلا ميجا لحد ما خالص تخلص ال data انو خلص يتم نقلها على ال receiver ايوه هون بيقول لك سلايدنج ويندو طبعا هاي سلايدنج ويندو انا ما بعرفش كل هاي مسألة في ال problem solving بس انا دائما اذكرها عشان ايك اول ما احكي سلايدنج ويندو فبيقول لك سلايدنج ويندو انو لينير فورمات كبان نفس الموضوع تاع السيركيولار كيو بيحكي لك في عندك اربع حالات a b c و d هلا بيقول لك اللي هما نفسهم اللي احنا كان حكينا عنهم قبل شوي مش احنا حكينا صفر لستة لوما سبع عناصر حكينا اوكي هاي هاي اول واحدة انو اجت الباكت الاولى اجت في موقف صفر بعدين الباكت اللي بعده اجت في موقف واحد بعدين الباكت اللي بعده اجت في اثنين واللي بعده اجت بثلاث فعم بيقول لك four buckets have been sent بعدين صاروا five buckets have been sent لانو دخل واحد خامس نحط في موقع اربعة بعدين seven buckets have been sent window is full اجت بعد الاربعة خمسة وستة فصاروا مليانين صاروا كل اياتهم مزرق زي ما انتو شايفين هيو بعدين ايش بيسي عنا pocket zero has been acknowledged window slides شو يعني انو الصفر انبعثت ولكن لما هو هي في كل الحالات في a و b و c في كل هاي ثلاث حالات a كانت مبعوثة اصلا خلاص هيو has been sent ولكن شو كان بيستنى هو البفر كان بيستنى الacknowledgement عشان بدون الacknowledgement ما رح يتأكد انو خلاص خلصت العملية فلما اجت الacknowledgement تاعة الصفر طلع الصفر برا هيو صار sliding window صار انو داخل سبعة وبلشنا من واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة شايفين كيف عشان هيك هو بسموه sliding window انو بسوي sliding الان الان احنا نحن نحكي عن collectionless الconnection oriented protocol هسا بحكي لك طبعا خلاص هاي الاشياء هاي مش مش كثير يعني عم بحكي لك عن connectionless وconnection oriented وانو كيف تعاملنا معهم في network layer هسا بقولك الconnectionless service كانت عبارة على انك تكيف ترسل pockets بشكل independent والconnection oriented كان انك تكيف تبعثهم بشكل dependent بعتمدوا على بعض هسا بقولك الconnectionless service may mean different paths for different datagrams belonging to the same message اما connectionless service at the transport layer means independency between pockets نفسهم يعني while connection oriented means dependency let us elaborate on these two services حكي لك in connectionless service the source process needs to divide its message into chunks of data of the size acceptable by the transport layer and deliver them to the transport layer one by one حكي لك the transport layer treats each chunk as a single unit without any relation between the chunks when a chunk arrives from the application layer the transport layer encapsulates it in a pocket and sends it بحكي لك بشكل عام هي هذا client process وهي هذا server هون لدي client process وفين لك client transport layer وفي عندك هون server process وفي سيرفر transport layer هسا الprocess بتحكي لك أن تكون لك هناك نعم سيرفر على شكل message zero على message one راحت بهذا الاتجاه pocket ضلت نازلة هاي message one ايجت هون والpocket two تاعت المسج الثانية هي ضلت مستقيمة الان بيقول لك message two is delivered out of order كيف يعني out of order انه وصلت المسج تاعت الصفر اول واحدة بعدين اثنين ثاني واحدة بعدين واحد ثالث واحدة عشان يكون بيقول لك out of order هسا بنتناقش مع قصص out of order connection oriented service شو هي connection oriented service بحكي لك in a connection oriented service the client or the server first need to establish a logical connection between themselves لازم يكون فيه logical connection establishment وبعدين بيصير في حالك data exchange can only happen after the connection establishment after data exchange خلص the connection need to be torn down طبعا torn down اللي هي عبارة عن الفعل الماضي من tear down يعني انه خلص يحطمها زي هون نفس المثال client و server وهي transport layer transport layer وهي client process و server process قبل ما يسي فيه اي تواصل في ال connection oriented service بحكي لك لازم تسوي ال connection establishment انك تنشئها تسوي نقل للبيانات اللي هو data transfer هايو بيسموه واخري شي connection tear down انك انت خلص tear it down انك انت والله يدمرها فعشان هي كان لما حكيت لكم هون torn down هو الفعل الماضي من tear yes هسا بندخل على الجزئ هسا هون باقي السلايدات بحس انه بتكون عبارة عن اشياء مكررة واشياء يعني صراحة هيك صغيرة مش والله كثير زخمة هو صراحة هذا لشابتر خفيف دم هو بس شابتر 7 اللي المادة مش خفيف دم بالمره فبحكي لك transport layer protocols the position of transport layer protocols in the TCP IP protocol suite بيقول لك في الapplication layer في عنا مليون الف بروتوكول في عنا في transport layer 3 protocols اللي هو UDP TCP والSCTP طبعا في هذا الترتيب وطبعا في network layer هاي جزئيا ما شرحت المرض الماضي اللي هو IGMP ICMP بيكون فوق IP بيكون من نص ARB بيكون تحت وهكذا يعني ولكن رح نركز أكثر على UDP وشو خصاصه TCP وشو خصاصه رح نحكي بس شوي هيك خساطرين على SCTP بيقول لك عبارة عن Unreliable Connectionless Transport Layer هاي احفظوها UDP عبارة عن Unreliable Connectionless Transport Layer لانه هاي بتيجي في الامتحان used for its simplicity يعني يستخدم لانهو جدا بسيط وجدا efficient يعني سريع بيكون ذو كفاءة عالية in applications where error control can be provided by the application layer process فهو نحنا نحكي عن TCP بيحكي لك TCP is a Reliable Connection Oriented Protocol that can be used in any application where reliability is important وزيما حكينا TCP هو عبارة عن Reliable Connection Oriented احفظوها هاي Reliable Connection Oriented لانهو يبتيجي في الامتحان that can be used in any application where reliability is important يستخدم في تطبيقات لازم يكون فيها الاعتمادية جدا عالية وجدا مهمة مهمة فالالآن لما نيجي نحكي عن S-CTP بحكي لك انه S-CTP عبارة عن New Transport Layer Protocol that combines the features of UDP and TCP فنحطو هون بين هاشتاغين hybrid لانهو ايش اعادة الاشياء اللي بتكون مثلا بتتجمع features من ناحية ومن ناحية ثانية بسموها hybrid الان طبعا عشان نحفظها يعني انهو انا اقول لكم انهو هي S-CTP مش C-STP يعني مش والله CS عمين Computer Science عارفين كيف فيمسكوا CS هاي اقلبوها بتصير S-CTP هذا كحفظ طبعا هذا هو انتو شايفين هاي السطرين هذا هو الوحيد اللي احنا نحكي عنه بهذا الكم يعني هيك احنا بكون خلص خلصنا S-CTP كل حكينا هسه رح يكون عن UDP أو TCP والPort Numbers هسه يعني هسه هون بيقول لك عن Port Numbers A transport layer protocol usually has several responsibilities عدد من المسئوليات One is to create a process to process communication these protocols use Port Numbers to accomplish this بيقول لك Port Numbers provide end-to-end addresses at the transport layer and allow multiplexing and demultiplexing at this layer just as IP addresses to do at the network layer فبيقول لك انو هذا التابل هو عبارة عن some well-known ports used in UDP and TCP مش احنا كنا نقول انو في عنا ثلاث أنواع بال-ICAN range اللي هو well-known و-registered وكمان private ماشي فهون هو عم بحكي لك some well-known يعني الجزئية الأولى ال-well-known طبعا أنا بس مركز على ال-HTTP اللي هو كان ال-well-known port 80 ما بدعم UDP ولكن بدعم TCP وبدعم كمان SCTP وهو اختصار لإيش ل-Hyper Text Transfer Protocol لأنه هو هذا أشهر بروتوكول من بروتوكولات الانترنت كافة عشان عشان هيك أنا حبيت تركز عليه الآن رح ندخل على User Datagram Protocol اللي هو UDP بقول لك UDP إذا كن لإكشن less or reliable حكيناها قبل شوي If UDP is so powerless why would I process want to use it طب إذا UDP لهذا الدرجة يعني عديم الفائدة ليش إحنا مثلا أو شبه عديم فائدة ليش إحنا مثلا من نستعمله ليش بدنا use it بقول لك الجواب with the disadvantages come some advantages في بعض الأشياء اللي بتكون هي سلبيات فيه بتيجي على غدرارها وعلى غرارها بيش إش إشي إدفانتج إشي إيجابي شو الإشي إيجاب في UDP UDP is a very simple protocol using a minimum of overhead يعني زي ما إحنا بنحكي إنه هو من النوع اللي ما بيخفف عليك الصداع اللي هو يعني أنه إنت لما تقول مثلا بالعامي مش ناقل الصداع عارف كيف لأنه TCP TCP أكبر بكثير من UDP UDP أقل أصغر كحجم وكمان أسهل وأسرع وأسلس فعشان هيك هو بيحكي لك إنه بيقول لك إنه بيخفف الـ overhead أو أحيانا بيخفف الهدك أو أحيانا بيخفف الـ overwhelming هاي القصص يعني شوفوا هون بيحكي لك User Datagram Packet Format اللي هو Segment اللي هي في UDP UDP كلياته شايفين كم Source Port Number Destination Port Number Total length checks up بس واحد ثلاث أربع هاي القصة لما تروح لما نروح الهدر تاعة TCP IP ستلاقي زي إحنا كنا نشوفه في الـ IP Address في Chapter 7 في الـ Network Layer سيكون كثير كبير بيقول لك هون Connectionless Service بيحكي لك UDP provides a connectionless service بيحكي لك 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 خفيف بدون ما تسوي إزعاج ولا تنبيه تحكي لك أن ملحة إزجارك بيحكي لك بيحكي لك بيحكي لك ملحة لتكلد بيحكي لك بيحكي لك تعمل بدugh يجب الموضوع بيحكي لك تظهر مشكلة It doesn't provide congestion control UDP assumes that the buckets sent are small, sporadic And create congestion in the network This assumption may or may not be true today When UDP is used for interactive real-time transfer of audio and video Typical applications Well UDP, when you're using UDP يستخدم في simple request response communication UDP يستخدم في process with internal flow and error control mechanisms UDP يستخدم بالmulticasting UDP يستخدم بالmanagement processes زي SNMP UDP فيه some route updating protocols Such as routing information protocol اللي هو الRIP بيحكي لك والله UDP وهي هاي اهم وحدة هاي اخر وحدة هي اهم وحدة UDP is normally used for interactive real time applications that cannot tolerate uneven delay between sections of a received message يعني يستخدم مع التطبيقات اللي بيكون تحتاج real time communication اول ما تبعث يوصل هيك يعني طبعا هون احنا بنبلش بالTCP ترجمة نانسي قنقر